يعني هذا الموضوع عادي يصير أن أنا مثلا مشهور سويت دعاية حق أو إعلان حق شركة من هذه الشركات وصارت بعنين يعني أو اكتشف أمرها أنها شركة وهمية أو شركة نصابة سيدة حصة عادي أربط موضوعين ببعض أي أكيد أحلو إحنا شنو قلنا قبل أن المشاهير لازم يأخذون ترخيص من وزارة التجارة وشفنا إحنا الكلام هذا قبل يومين وزارة التجارة دزلت مذكرة حق النيابة العامة وقت لا أن هؤلاء كل المشاهير مأخذوا ترخيص من وزارة التجارة ماس فيه ناس راح أو وزارة التجارة unacceptable خلي الناس ليس بنفسروا عن الموضوع خلي الناس الناس راحوا وزارة التجارة راحوا بعدما ويحيلوا إلى النيابة العامة حتى لو أنك أنت مثلا وزارة التجارة ما أعطوا لك الترخيص هذا ما يبيح لك لأن القانون موجود لكن غير منظم من وزارة التجارة من وزيت تجارة هذا أمر ما ترك للوزارة ما أنا شغل لكن ما يبيح لك خلينا نرجع لموضوعنا ترخيص التجاري شنو السبب اللي احنا كنا نقول انه لازم ترخيص تجاري حماية للمستهلك عشان شذي احنا نشوف تهمة الرابعة الموجودة على المتهمين ها من المشاهير يعني اي انه في تهمة اللي هي حماية لحماية المستهلك احنا شدران ان هذا المشهور لم يسوي دعايا ان هذا السلعة حقيقية صحيحة والمصحيحة لهذا السبب احنا شنو ذكرنا سلفا بان هالشركات الوهمية اللي يتم يعني علان لها شركة مسحوب ترخيصها من شهر 4 2019 و الى اليوم الشركة هذه قاعد تسوي علانات شلون راحت افتحت فرع في دولة ثانية وسحبت ترخيصها في دولة الكويت وقالت حق المشاهير الموجود في الكويت يلا اعلنوا واسم الشركة كويتي اسم الشركة باسم كويتي اسم التجاري يعني كويتي والرمز التجاري كويتي فالناس تعتقد بان هذه الشركة موجودة في الكويت يعني المشاهير محاسبين اه محاسبين هذا المشهور يعتبر يعني سووا يعني ارتكب او ساهم في جريمة النصب والاحتيال لهذا السبب انا اشوف ان هذه النصب احتيال طبعا الشركة ارتكبت نصب احتيال وتغريبا غسيلة موال لهذا السبب انا حضرت اصلا عندني امن الدولة على هالموضوع غسيلة موال ونيابة العامة كذلك لان تهم موجودة على هالشركات لهذا السبب انا اقول لش نقطة مهم في ويقاء يعني من الخطورة استاذة انا اعتبر ان المشاهير ساهموا في جرائم النصب والاحتيال موسيقى